ويسام لازم يتثبت شوية؟ يعني دايماً هو مارسي الكولر بيروتيت في قصة المعلمين دي تحديداً كهربا شوية مودس شوية ويسام شوية ويسام لازم يتثبت شوية؟ يتثبت؟ آه طبعاً آه طبعاً وكهربا لازم يلعب كهربا لازم يلعب؟ طبعاً إزاي؟ لعب ياخد وقت أولئي الأوي ولعب مهمة جداً جداً كهربا لعب مهمة جداً في ناجل آهلي آه في وجود ويسام أبو علي الكهربا ياخد إزاي لأ يلعب طرف مش لازم يلعب طرف يا راس حرب يلعب طرف آه عندك 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 حلول كتير كهربا يلعب في حلول أماكن كتير طب ما هو داي خلينا سأل لك عشان هو أجرب كهربا قبل كده في الطرف بس هو الفكرة كهربا في الطرف هيديك أدوار دي فعية كويسة وانت أدوار ده كمدرب الناح بالنسبك ده مش مهاجم بس أنا دايما نقول للناس اللي طرف بالأخص إيه إنت عندك خناقة بالضبط يجيب وصف ليها عندك خناقة مع الباكين بتوعك يعني هنا باك وهنا باك وأنا طرف بلعب على الباكليفت الخناقة هنا بتقول إيه القلم السابق سابق يعني إيه القلم السابق سابق لو أنا رحت عليه أنا كطرف وروحت مرقصه مرتين تلاتة وعامل كورتين وعامل قال هيعمل هو إيه وقف مجرد أنه وقف أنت خلاص اللي قد بتاعك اللي أنا أصلا مفروض دا دفع عليه خلاص هو وقف مش عامل لي قلق لو سبته هو اللي يهجمك بإيه طول الوقت عملت دافع ومش عارف آه فهمتك وأنا مش لازم يدفع أن أنا دافع أنا لازم يدفع أن أنا أخوفك فلو عديت منك مرتين وعديت هنا فأنت وقف بقى يعمل يعرفني مشروح فأنا وقف فهنا أنت خلاص دفعيا أنت وقف بس منظر إنه هو مش يجيلك لأنا هو أقلق منك فالحاجات التفاصيل دي ده دوره لو كهربا عمل قلق في الحتة دي خلاص يا رجل هي يثبت وأي مدير فني في الدورة عندنا أو أي فرقة بتلعبها وأول ما ترقص طريقة من طريقة معينة أو من جنبه معينة هيقول أول حاجة هيقولها أقف ما تطلعش ده أول كلمة هتسمعها صح فعشان كده أنا دائما نقول للعيب لقلم السابق سابق خدوا واحدة أو اثنين وهيوقف مش هيتطلع طين وكهربا يقدر يعمل ده لو لاعب جناح طبعا كهربا مرعب في الثمانتوار بش في وفرة كبيرة قوي في مركز الجناح دلوقتي في القاتل يتكلم في حسين الشحات في ريدا سليم في برستاو في طهر محمد طهر في عبدالقادر في كهربا دلوقتي لو لاعب جناح في كريم فؤاد وننسيتهم يعني وفرة كبيرة لا في طبعا أنا أقصد أن كهربا يعني هو بينزل بس بينزل وقته قليل أو يعني فيه لعيبة مؤمن زكريا مؤمن أنا مؤمن وكهربا بالنسبة لي شبه بعض في اللعب دايما هتلقوم في الثمانتاشر خطر جدا ودايما في كرة في الثمانتاشر بتروح لهو يعني كل ممكن تلاقي ناس كلها في الثمانتاشر بتسيب الناس كلها وتروح لكهربا أو مؤمن في مكان مؤمن في النادي الآي فأوقات في الثمانتاشر فيه لعيب زكي بيعرف يروح في الأماكن اللي هي تعمل المشكلة هتعمل لك خطورة فكهرباء من الناس دي فأنا بوصفتولك كمان بشكل مؤمن عشان هما كانوا الاتنين عندهم الحتة دي حتة النانا دايما في الـ 18 كرة تسيبوا تسيبوا الناس كلها وتروح لكهرباء حلو